التطورات المتسارعة في الداخل السوداني تترنح بين دعوات التحشيد العسكري وصمود الهدنة في أدل أجواء على نت السعودية والولايات المتحدة ملاحظتيهما زيادة وتيرة الالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية من قبل طرفي الأزمة في السودان يأتي ذلك إثر تأكيد أمريكي بمواصلة اتصالات واشنطن مع الجيش وقوات الدعم السريع فأي ضمانات أمريكية لفرض هدنة طويلة الأمل وفي المقابل أي إجراءات متوقعة في حال فشل السلام للنقاش معنا من واشنطن مساعد وزير الدفاع السابق لورانس كوربالان بيك سيد كوربيرا سكاي نيوز عربية في رأيك ما العوام التي دفعت كل من الرياض وواشنطن إلى النظر أن هناك زيادة في وطيرة الالتزام في هذه الهدنة بين الطرفي الصراع لأن الأزمة هناك كانت تسوق فكان هناك طبعا العديد من الأشخاص أو المئات الذين قتلوا والذين نزحوا وكان يخشى أن يتوسع النزاع إلى الدول الأخرى إذن السعوديون عملوا مع المصريين وحتى مع الإيرانيين والولايات المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار ولكن هل سيصمد هذا لأن القوات طبعا الجيش وقوات الدعم السريع كلتاهما لا تتفقان على أي شيء وربما أدركت القوتان أن عليهم أن تتوافق على تنزل عن بعض الأمور لإنهاء هذا النزاع ما أوراق الضغط التي تملكها واشنطن تحديدا سيد كورب ويمكن أن ترمي بهذه الورقة عندما يتخلى طرفي الصراع عن فكرة الالتزام يوما بعد يوم بكل وضوح لدينا الورقة الاقتصادية التي يمكن أن نستعملها لنصعب على أولئك الذين يريدون البقاء في السلطة والأمر الثاني هو أن نرى إذا كان يمكن أن يكون هناك قوة لحفظ السلام قوة دولية تذهب إلى هناك وتبعد وتكون بين الجانبين وتبعدهما عن بعضهم البعض وطبعا فبعد السقوط نظام الدكتاتور نظام البشير كما حدث ذلك في ذلك الوقت طبعا في سوريا مثلا لم نستطع أن نوقف المجازل التي حدثت هناك لوقت طويل وحقيقة أن لدينا السعودية الآن إلى جانبنا هذا يعطينا مصداقية أكثر لأن نجمع الطرفين وليدرك أن عليهم وقف القتال ماذا لو لم تنجح هذه الأوراق في وقف الاقتتال سيد كورب؟ ما الخطوة التالية؟ ما خيارات واشنطن وأيضا دول إقليمية وعربية مؤثرة مثل الرياض حينها؟ من الواضح يمكن أن نحاول ما فعلناه في سوريا مثلا حيث تم إرسال قوات طبعا لم نرسل قوات ولكن وضعنا طبعا قيودا اقتصادية وجعلت من الصعب على الحكومة السورية أن تبقى في السلطة والآن سوريا عادت إلى الجامعة العربية بعد عشر سنوات كما رأينا إذن لا نعرف مدى تداعيات العقوبات التي تفرض على الألطراف المتقاتلة وأيضا دور المجتمع الدولي وخاصة العالم العربي ليعملوا معنا على هذا قانون قيصر لم ينهي الحرب في سوريا ليس هناك نهاية فعلية لهذه الحرب استمر الوضع كما هو عليه وعادت سوريا إلى الجامعة العربية دون تأثير كما كانت تأمل واشنطن ماذا لو حدث هذا الأمر في الجانب السوداني سيد كورب أساسا علينا أن نعيش مع هذا طبعا الأمر فضيع هذا ليس تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية كما كانت طالبان مثلا حين كانوا في أفغانستان ثم هاجموا الولايات المتحدة هذا فضيع ولكن حال حقيقة هي أن هذا لا يهدد مصلحتنا أو أمننا القومي نحن قالقون مثلا بما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في الصين نريد بكل تأكيد أن نوقف هذا والأمر الحكيم الذي يكون جيدا للشعب وللمنطقة ولكن كما قلت نحن قد تركنا ما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع العالم الأحادي القطب الصين الآن لديها دور أكبر فيمكن مثلا أن ننخرط مع الصينيين لفعل شيئا طيب يعني عن آلية المراقبة ومحاسبة من يبدأ بالخرق يعني هناك حديثا المراقبة تتم بالأقمار الصناعية هل تعتقد أن هذه الآلية مثمرة مع طرفان يشتبكان في نطاق متداخل ويمكن أن يتبادل الطرفان الاتهامات دائما أظن بأنه سيكون هذا صعبا جدا ولكن ما على الطرفين أن يدركاه هو أنه ما دام يقاتلان ولا يحترمان الهجن فاقتصاد تلك الدولة سيكون ضعيفا جدا ولن يبقى في السلطة والأمر الثاني الذي يحدث والذي لا يلقى انتباها كبيرا هو مجموعة فاغنر طبعا نحن نعرف ما تفعله المجموعة في أوكرانيا ولكنهم الآن يساعدون قوات الدعم السريع ماذا عن فكرة وجود طرف محايد ثالث كالأمم المتحدة أو طرف أفريقي أو طرف من الداخل السوداني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم إقليمي وأيضا دولي هل هذه الفكرة مطروحة؟ هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق ومثمرة لتقليل حدة الصراع؟ أعتقد أنها فكرة عظيمة وأنا آمل بأننا يمكن أن نجعلها تحدث ولكن السؤال هو ماذا سيحدث لو أن القوتين استمرت في القتال؟ هل نحن مستعدون لإرسال قوات مسلحة لوقف ذلك؟ هذا سيصبح قضية ومشكلة كبيرة لأنه ليس هناك فقط قوتاني نحن نتحدث عن جيشين يقاتلان بعضهم البعض ويقتلان الملايين من المدنيين الأبرياء ما العوامل التي قد تدفع هذه الدول أو المجتمع الدولي بالفعل أن يدفع بقوة محايدة لمراقبة خرق هذه الهدن ومنع انسلاق السودان إلى الأسوأ؟ طبعا القوة يمكن أن تكون تحت سيطرة الاتحاد الإفريقي مثلا هذه فكرة عظيمة ومع ناس مثلا هل السودانيون سيقبلون ذلك؟ وهل القوتان أو المتقاتلتان ستقبلان بذلك؟ هذا هو السؤال الرئيسي إذا أرسلنا قوة لحفظ السلام هل ستهاجم؟ وإذا هجمت من سيحميها؟ وأعتقد بأن هذه القضية الرئيسية كما وجدنا في إدارة كلينتون قبل سنوات ما حدث في السومال حينما أردنا أن نساعد ثم قتل الأمريكيون كثر هناك البعض يرى أن واشنطن لم ترمي بورقة الضغط الرئيسية التي قد تثني طرفها الصراع على الاستمرار في هذا الاقتتال هل يبدو هذا الحديث منطقيا؟ هل فعلا هناك تأثير محتمل لواشنطن وربما يكون في وقت لاحق أم أننا قريبون من أقصى ما يمكن أن تفعلوا هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد بأننا على مقربة من المرحلة الأقصى حقيقة أن واشنطن والرياض وطبعا السعودية هي طبعا منطقة مهمة أو عفوا قوة مهمة في العالم الإسلامي فالجانبان عملهما معا لتحقيق هدنة والذي بدأ طبعا في هذا الأسبوع ويبدو بأنه متماسك أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصواب لأن الولايات المتحدة والعمل على أعلى المساويات الدبلوماسية وذهبهم إلى الرياض العمل على هذا إذن لقد أولينا اهتماما دبلوماسيا ولكن بالنظر إلى ما حدث في أوكرانيا والقلق في المحيط الهادئ وخبراتنا سيئة في العراق وأفغانستان لا أظن بأننا سنرسل قوات هناك ينبغي أن تكون قوات من الأمم المتحدة لورانس كورب مساعد وزير الدفاع السابق كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك سيد كورب